موسيقى نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى نبدأها بالعنوين تعزيز تعاون في المجالة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين تونس ودول الخليج العربي محور زيارة الأمين العام لمجلس تعاون الخليج إلى تونس وزير التربية يسلط الأذواء على كافة الاستعدادات للانتحانات الوطنية ويدعو المعلمين إلى تنسيل عدد التلميذ في المدارس الابتدائية موسيقى ورئيس هيئة الانتخابات يؤكد تقدم أشغال ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية والعمل على تجاوز الصعوبات اللوجستية والتقنية موسيقى تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد الاثنين بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس كانت مناسبة لإمضاء مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج والأمانة العامة للمجلس من شأنها تعزيز علاقات التعاون وسنة التشاور بين الجانبين خلال لقائه بقصر قرتاج الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد على عمق روابط الأخوة الصادقة ومتانة أواصر الشراكة المثمرة القائمة بين تونس ودول مجلس التعاون وأعرب رئيس الجمهورية عند طلع تونس إلى مزيد تطويرها وبناء شراكات واعدة في عدة قطاعات وفق آليات ورؤى جديدة ترسق قيم التضامن والتأذر لسيما عبر حسن توظيف الإمكانيات والفرص المتوفرة للجانبين والاستفادة من الخبرات والتجرب المتبادلة واستئناف النسق العدي للتعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي التونسي الخليجي من جانبه قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي لرئيس الجمهورية عرضا لما تضمنته مذكرة التفاهم بشأن آلية التشاور التي تم توقعها اليوم مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تشرفت بلقاء فخامة الرئيس قيس سعيد صباح اليوم واستمعت منه حول العديد من المواضيع وقدمت له شرحا لما تتضمنه مذكرة التفاهم هذه وما نأمل نحن في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من تحقيقه من خلال هذه المذكرة التي نأمل ونحن متأكدين بإذن الله بأنها ستعود بالفائدة بشكل كبير وأساسي على الشعب التونسي الشقيق وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبي العمار وفي إطار الحرس على دفع علاقات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز سنة التشاور والتنسيق بين الجانبين وقع مع أمينه العام جاسم محمد البديوي مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز سبل التعاون المتعددة في إطار المشاورات السياسية أو التعاون في الشق الاقتصادي أو الشق الاستثماري أو الثقافي أو الأكاديمي نحن سعيدون بهذه المذكرة ونحن نأمل بأن نحقق نتائج ملموسى في أقرب وقت ممكن من خلال بدء المحادثات على مستوى كبار المسؤولين إن شاء الله في الغريب العاجل كما ترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين تونس ودول الخليج عبر بوابة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي من شأنها أن تكون إطارا للتعاون المثمر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية إلى جنب تعزيز حضور الكفاءات التونسية بها وكذلك الاستفادة من كافة أشكال الدعم الذي تقدمه دول المجلس من أجل فتح مسارات جديدة وفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي جاسم محمد البديوي أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلة بودن أمس الاثنين أن إمضاء مذكرة تونس والأمان العامة للمجلس بشأن ألية للتشاور بين طرفين سيشكل حجر زاوية مهمة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة وضف البديوي أن العناية بلجالية تونسية بدول الخليج العربي وتطوير الاستثمارات بتونس ستمثل أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها من جانبها نوهت رئيسة الحكومة بعمق علاقات التعاون بين تونس ودول الخليج داعية إلى ضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين طرفين لتشمل مختلف المجالات كما أكدت أن الحكومة ستعطي الأولوية للإصراع في استكمال إنجاز المشاريع التنموية الممولة من قبل شركة استثمارية خليجية مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار توجه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسية داخل حدود الوطن تؤدي رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة صداقة وعمل إلى تونس اليوم الثلاثة بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني إنه سيتحدث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتونيو بلينكين والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا حول استقرار تونس وفق تعبيره وعبر في تصريح بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما عن أمله في أن يأتي الرد إيجابيا أيضا من جورجيفا دعا وزير التربية محمد علي البغديري كل المعالمين إلى تنزيل أعداد الامتحانات الخاصة بالتعليم الابتدائي مؤكدا في سياق آخر خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الوزارة على أتم الاستعداد لتأمين سير الامتحانات الوطنية بمختلف مستوياتها أكثر من 137 ألف مترشح ومترشحة سيشتازون الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة أكد المدير العام للامتحانات خلال ندوة صحفية على استعداد الوزارة لها ولمختلف الامتحانات الوطنية الأخرى شارك في امتحان البكالوريا دورتي الرئيسية 137 ألف مترشحة 9 و6 يتوزع المترشحين على 584 مركز كتابي بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام يشاركوا في المناظرة دورية أو الامتحان هذا 32 ألف مترشح وبالنسبة لمناظرة الدخول لمدارسة العدادية النموذجية يشاركوا تقريبا 56 ألف مترشح زيادة في عدد المترشحين تقريبا في حدود 1903 ألف مترشح فما تقريبا نقص في عدد التاسعة وكيف كيف فما نقص في عدد تلامذة بالنسبة للمناظرة نحن تقريبا نعاود ونقول في أتم السعدادات في المنسات الأخيرة باش الاستحقاق التربوي هذا باش يكون على تقريبا نخرج في صورة طيبة تمديد الفترة الفاصلة بين الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من يومين إلى أسبوع واعتماد نظامين جديد وقديم في مادة الاقتصاد لشعبة الاقتصاد والتصرف هي بعض من مستجدات دورة بكالوريا 23 وألفين دورة سيتم خلالها التصدي لحالات الغش التي تجوزت السنة الفارطة الفانوى ستمائة وأربعين حالا نحن معاملين على وعي تلامذة معاملين على تلامذة يعتمدوا على الذات هذين نحبوا نربوا فيه تلامذة لكن كيف كيف عندنا مقاربة ربما تأديبية عن نص قانوني باش نتبقوه وفي الأخير كما تعرفوا وسائل الغشية متطورة إلكترونية نحن عندنا تطبيقة اللي نستعملها من أول باش نوصله اعتمادها فما خلية على مستوى وزارة التربية تقريبا باش نتابع يوم بيوم كل المراكز تتواصل عندنا تقريبا خلية متكونة من عدد أطراف باش نتابع العملية ذية وتقريبا نرصدوا العملية ذية وندخلوا وين يلزم نتدخلوا وخلال الندوة الصحفية التي خصيصت لاستعراض الاستعدادات لتأمين سير الانتحانات الوطنية أكد وزير التربية على التزام الوزارة باحترام تعهدتها في الحوار والتفاوض مع الطرف الاجتماعي ووجه نداء إلى معلمي المدارس الابتدائية لتنزيل الأعداد على غرار مبادر به زملائهم قلب المعلمين والمعلمات والمديرين المؤسسات التربوية في الابتداء إلى تغليب لغة العقل والحكمة مرة أخرى وإنزال الأعداد والحمد لله هناك عدد كبير الأغلبية لنحيييهم بالمناسبة ليس تراجعاً هذا أو استسلاماً من المعلمات والمعلمين ولكنه موقف وطني حقيقي خليش أبناء الشعبك خاصة في المؤسسة العومية كما كشف وزير التربية عن استعداد رئيس الجمهورية للأعلان عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيترأسه بنفسه مجلس سيمثل منطلقاً لإصلاح المنظومة التربوية برمتها أكثر من 70% هي نسبة تقدم أشغال التحديد التربية الجديد للدوائر الانتخابية نسبة أكدها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر موضحاً أن نتائج هذا العمل ستصدر قبل موفى شهر جمع الحالي بالرأد الرسمي وستستغله الهيئة في مسألة تحيين والتسجيل في الانتخابات المحلية قدر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مشروع ضبط الحدود التربية للدوائر الانتخابية على مستوى العمادات يتقدم بتسجيل 70% نسبة الأشغال الميدانية ما يرجح فرضية الحصول موفى هذا الشهر على تقسيم ترابي دقيق على مستوى العمادات ورسمي بصدور فرائد الرسمي واضاف خلال اجتماع تنسيقي بعنوان رفع الاشكاليات العالقة أن هذا التقسيم ستستغله الهيئة في مسألة التحين والتسجيل في الانتخابات المحلية بعد الفراغ من هذا المشروع اللي حطينا له سقف موفى جوان والنجم يكون حتى قبل لأنه تقدمنا بنسبة 70% انجاز ميداني مش تصدر القرارات في رائد الرسمي المتعلقة بضبط الحدود التربية للدوائر الانتخابية هذا مش تصدر لأنه هذا كهو القرار الرسمي ثم مباشرة بعد ذلك تدخل الهيئة في عملية تحيين السجل الانتخابي ولانه مش تسهل العملية لأنه كل ناخب تونسي مش يتم ربطه إلى العمادة اللي هي أزهر رقعة تربية وهكا حتى المسجلين آليا مش يتم تسجيلهم في أقرب مدرسة اللي هي تنتمي لتلك العمادة هذا يععمل مش يكون بعد الانتهاء من هذا المشروع ونشر القرارات في رائد الرسمي ثم بعد ذلك بمجرد صدور أمر دعوة الناخبين ندخل في فتح بابة رشوحات الانتخابات المحلية والهيئة الانتخابية وحسب رئيسها فارق بوعسكر تتوفر على تمويلات بسبعين مليون دينار يمكن استغلالها في تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية في إطار النفقات الانتخابية رصدتها ميزانية الدولة للسنة الحالية الانتخابات مطالبة أنها تحذر نفسها لهذا الموعد لأن وراه الموعد هذا مش كما الانتخابات الأخرى تشريعية أو رئاسية في ظرف تشورت نجم نظمها لا هذه الانتخابات تجرى لأول مرة في 2155 دائرة انتخابية بشوقت اللي يصدر ذلك الأمر نكون ديجاء احنا المرحلة الأولية هذه تمت وننطلق مباشرة في عملية التسجيل والتحين بدون ابتاء وقال فارق بوعسكر إن هذا المشروع الوطني أي ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية ستستفيد منه كل مؤسسة الدولة وهو خطوة ضرورية كان لزاما قطعها أول خطوة يجب تعملها الهيئة بالتنسيق مع الشركاء هادم هو ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية لأنه احنا منفذنا لهذا المشروع هو التحديد الترابي للدوائر الانتخابية اللي هي عمادة وتشارك الهيئة في هذا المشروع عدة مؤسسات على غرار المركز الوطني لرسم القرائط والاستشعار عن بعض ودوان قيس الأراضي ورسم العقاري والمعهد الوطني للأحصى ووزارة الداخلية والتحديد الترابية الجديد للدوائر الانتخابية هي عملية تحضيرية لوجستية تسبق انتخابات المجالس المحلية التي ستقام استنادا إلى جديد إداري جديد للعمدات في الأثناء تتصاعد أصوات المجتمع المدني ببعض الجهات محتجة على هذا الضبط يقولون إنه غير دقيق وفيه حيف في حق حدودهم الترابية المضبوطة لديهم سابقا بالحجة والبرهنة ترح التحديد الترابي للدوائر الانتخابية الذي نص عليه المرسوم الانتخابي عدد 55 الصادر في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي ترح خلال مرحلة تنفيذه عديد الإشكالات والتحديات من بينها المساوات بين التونسين في التمثيل البرلماني وغياب المعايير الموضوعية لاعتماده دون غيره حسب قراءة عدد من رجال القانون الجدل أثير وبحدة في قصيبة سوسة حيث عبر عدد من موثلي مكونات المجتمع المدني عن رفضه لهذا التحديد في ولاية سوسة عنا زوز معتمديات فيها زوز بلديات هي انفاذة وغريمتيش وقصيبة سوسة والثريات وزاوية سوسة ما اخذاش بعين الاعتبار المعتمدية فيها زوز بلديات والحدود البلدية مرسمة حسب قانون مثالتها العمرانية نحن كذلك حتى إذا كان مشاقع تقسيم عمادات أخرى عندك التراب معناها موجود محدد خوذ منه ولا منه وعمل زوز عمادات مش عير هو تقسيم انتخابي لدوائر انتخابية لأغرف انتخابية ما عندوش علاقة لا بالتقسيم الترابي للبلديات ولا بامثلة الترابية ولا بما يقال في الرأي العام وتعرفوا ان العملية هذه قاعدة صايرة في 2085 عمادات لكن احنا نشتغل في تالقانون وزادة خليني يقول العمل المتاعنا راه احنا عمل تنسيقي اكثر منه عمل ميداني وتدخل عملية ضبط الحدود الترابية للعمادات في خانة التحذير اللوجيستي الهم الذي يسبق انتخابات المجلس المحلية التي ستقام استنادا إلى تحديد إداري جديد للعمادات كما أنها تمهد الانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم لابد في كل مجلس المحلي على مستوى المعتمدية لابد من حد أدنى خمس عمادات اوخ احنا في القانون امتاعنا او في الحال التقسيم الترابي الحالي عنا معتمديات فيهم اقل من خمس عمادات دونك بشيكون ثم تطابق مع ما جاء في المرسوم لابد من اعادة اذن هناك ضرورة لابد من اعادة تقسيم الترابي للمعتمديات والعمادات حتى يتطابق مع حد أدنى بشي المجلس المحلي يكون فيه على الأقل خمس عمادات ممثل الخطورة الأهمية بمعنى الخطورة أنه يمكن أن تكون خطوة أولهامة نحو إعادة النظر في كامل التقسيم الترابي تالبلاد الترسية اللي نعرفوه خاصة مثلا في علاقة بالبلديات عملية التحديد الترابي وعلى أهميتها ينتقد بعض المتابعين استحوذ هيئة الانتخابات على جميع مراحلها في تجاوز لصلاحيتها حسب تقديرهم كأنه عملية الوديكوباج هذا الالكترال التقطيع الترابي أو التقسيم الترابي هو عملية داخلية خاصة بالنهيئة الفقط المشرفة على الانتخابات وأساس انهيئة العلية المستقلة للانتخابات مع بقية الوزارة الترابي ما هيش مسألة انتخابية هي مسألة إداريتهم وزارة الداخلية وعلى الضوء ما تقوم به وزارة الداخلية تطبيقا لمجائف المرسوم الهيئة الانتخابات تتدخل لكي تنظم الانتخابات هل هو من صلاحيات الهيئة العلية المستقلة للانتخابات قطعا لا بتبعت الحاله ليس من صلاحيات الهيئة هي نحن راه فقط معناها كشريك باعتبار وأنه باش تكون عنها مرحلة ثانية في خصوص إحداث دوئر انتخابية للمعتمدية اللي فيها أقل من خمسة عمادات المسألة راه مسألة فنية علمية تقوم بها دوان قيس الأراضي يقوم بها المعهد الوطن الإحصائي يقوم بها مركز الانتخابات عن بعد ورسم الخرايط بتبعت الانتخابات راه فقط كشريك صحبة المشروع لأنه باش يساعدنا احنا ويساعد كل الإدارات التونسية بدون أي استثناء من ويؤكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات تونس تفتقر لخريطة رسمية للتقسيم الترابي للعمادات وأنه سيتم الاحتفاظ بالعدد نفسه أي 2085 عمادة مرجحا تتم المصدقة على التقسيم الإداري الرسمي قبل 23 من هذا الشهر دوليا يجتمع قادة الليبيون في المغرب لوضع لمسة الأخيرة على اتفاق يتعلق بقوانين جديدة للانتخابات وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبي عبدالله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية هذا العام إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق هذا الشهر لكن عددا من أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على الطريقة التي يتفاوض بها رئيساء المجلسين على بنود الاتفاق وقالوا إنهم سيعارضون المصدقة عليها رحب نائب مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالمفاوضات الجديدة من أجل تمديد الهدنة لكنه أصر على أن أي هدنة لن تستمر مدامة العاصمة الخرطوم مليئة بمواصفه بالميليشيات في إشارة لقوات الدعم السريع التي تمثل الغاليبية العظمى من القوات الموجودة في العاصمة من نجياته أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو أنه في اتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد دعمه لمنبر جدة والتزامه بإعلان حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية ونختم بهذا الخبر تمهيدا لمؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه دبي نهاية العام انطلقت في مدينة بونال المونية مفاوضات تمهيدية برعاية الأمم المتحدة تستمر عشرة أيام وذلك بهدف أحراز تقدم تقنيا في بعض القضايا المتعلقة بالمناخ بمدينة بونال المانية انطلقت اليوم المفاوضات التمهيدية لمؤتمر المناخ كوب 28 المقرر عقده في دولة الإمارات نهاية العام الجاري اجتماعات بونال تحذيرية التي ترأسها رؤساء الهيئات الفرعية تابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اعتبرها وزير السناعة والتكنولوجيا المتقديمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخية بن أحمد الجابر اعتبرها حاسمة في تشكيل نتائج هادفة وعملية على خط بناء تحالف عريض لسياسة مناخية عالمية تموحة ومن ضمن الأهداف الرئيسية لاجتماعات بون عداد قرارات لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل لعرض على الأطراف مؤتمر المناخ سيما منها توفير الدعم المالي الكافي للبلدان النامية للعمل المناخية إلى ذلك أثار اختيار العملاق سلطان الجابر لرئاسة قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 أثار انتقادات شديدة من نشطاء في مجال البيئة وبعض المسؤولين السياسيين ودعا في هذا الخصوص مئة عضو في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبية إلى العودة عن اختياره لرئاسة المؤتمر بسبب منصبه على رأس الشركة النفطية الحكومية بهذا وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختم هذا الموعد الإخباري وهذا تذكر بأبرز عنوينه تعزيز التعاون في المجالة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين تونس ودول الخليج العربي محور زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليج إلى تونس وزير التربية يسلط الأضواء على كافة الاستعدادات للامتحالات الوطنية ويدعو المعلمين إلى تنزيل عدد التلميذ في المدارس الابتدائية ورئيس هيئة الانتخابات يؤكد تقدم وإشغال ضبط الحدود التربية للدوائر الانتخابية والعمل على تجاوز الصعوبات اللوجستية والتقنية وفي الختام ليلة طيبة للجميع كنوا بخير دائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر